وناخد أول سؤال من أسئلتنا النهاردة السؤال السيدة ممالك من فيوم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الواقات وممالك إزاك يا فضلت فيك حامل إيه فضل ونعمل حمد لله وحضرتك بخير يعني وحضرتك بخير أنا قبل مسأل سؤالي بشكر فريق الأعداد بجد الله يبارك فيهم تاني كده يا ممالك معلش بشكر فريق الأعداد بجد الله يبارك لهم الله يرضى عنكم يا رب لأن أنا اتصلت معادي تشوصل بحضرتك خذوا الرقب وكلميني تفضلي يا ممالك دلوقتي أنا عندي بنت عميها سبعة سمية تفضلي أنا بعلمها الصلاة نعم بس هي عايزاني طاقة في جنبي وأنا بصلي عايزاني أعلي صوتي عشان تفهم أنا أقول إيه هل ده يا جزء؟ أنت قصدك في الصلاة السرية يعني بقصدك في صلاة الدور وصلاة العصر صح؟ هي جماعة الصلاة هي عايزة بتصلي معايا كل الفروض بس هي عايزة الماما أعلي صوتك عشان أقول زيك طيب بس أنا أقول حاضر حاضر أنا أقول لحضرتك حاجتين أول حاجة إحنا عندنا الجهر والإصرار في الصلاة من السنن يعني إيه من السنن؟ لو تركها الإنسان لا تبطل صلاته ولو فعلا الإنسان يثاب يعني لو أنت عليتي صوتك في الصلاة السرية صلاتك لن تبطل فيعمل كده آه بس ما تعمليش كده وانت قصدك حد خارج الصلاة أعملي كده وانت قصدك ان انت تعلي صوتك بالذكر فعمليها كده ان انت بترفعي صوتك بالذكر ده الحالة الأكمل ان انت بترفعي صوتك بالذكر وهذا لن يبطل صلاتك وصلاتك عتكون صحيحة ولكن انت لو عملت ده هيحصل لن نفعل بنتك ان هي تفهم انت بتعملي إيه ولكن قولي لها احنا هنعمل ده وقت صغير هو ده بقى النصيحة لحضرتك ان ده ما ينفعش يستمر يفضل بس لغاية ما بنتك تتعلم وقولي لها احنا هنقعد عدد من الأيام ما هعمل كده وبعدين انت هتعملي كده ولما هي تتوقف عن ده ارجع لي سنة الاسرار مرة ثانية في الظهر وفي العصر مرة تانية ارجعي وصلي صلاة سرية لكن نصحت ان انت لازم تعلميها ان في الصلاة في صلاة العشاء والمغرب سبيها ركعتين جهريتين وواحدة سرية عشان تتعلم كيفية الصلوات بشكل صحيح انا دي نصحت لحضرتك ولكن صلاتك ان شاء الله صحيحة ولن تبطل ما دمت مش بتقصدي بتقصدي رفع الصوت بالذكر في الصلاة مش بتقصدي ان انت تقولي يا فلانا اعملي كده نعم استاذ صلاح من الاليوبية يتفضل استاذ معرفة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ صلاح بزاك فضلت الشيخ فضل ونعمة الحمد لله والله الحمد لله هايشين كويسين وبتاع بس ايه المشكلة يا ربي دايما يا ربي دايما هتكلم على ظروفنا احنا في البيت اساسا يعني طيب يعني لو قعد مثلا نخلش في البيت مثلا لو اتكلم مع المدام وحاجات زي كده مش فاية مش 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 عايز اتكلم اهو مناهم طب ما تكلمتش انت بتقعد كده سكتم بكتم وخلاص بتتكلمش سؤال حضرتك بقى تتعامل ازاي مع الحالة دي اه طيب هقول لحضرتك يا استاذ صلاح كيف تتعامل مع الحالة دي الحالة دي بالذات التعامل مع المقدمة اللي احنا قدمناها للحالة دي ايه المقدمة اللي احنا قدمنا بيها للحالة دي المقدمة اللي احنا قدمنا بيها للحالة هي الحوار هي المشكلة دلوقتي هو ايه هو اختلاف الامزجة اختلاف الامزجة يعني ايه واحد دلوقتي ميال انه هو عايز تكلم واحد ميال انه هو تعبان ومش عايز تكلم واحد تاني في ايه اللي يحصل استمرار الحوار بيخلي الناس قريبين من بعض فتتقارب الأمزجة الأمزجة ممكن تتقارب تتقارب من إيه؟ من طول العشرة الناس لما بيعشروا بعض نلاقوا مزاجهم بقى زي بعض بيحبوا يتكلموا في وقت معين خلاص بقوا مزاجهم واحد وعشان كده أنا بقول لحضرتك أنت محتاج على الأقل يا سيد صلاح أن أنت تتكلم مع السيدة زوجتك على الأقل لكل يوم نص ساعة تحددوا موضوع كده وليكن أنا برشح لكم موضوع إيه؟ هنعمل إيه في مستقبلنا وإزاي نعيش في سعادة ما تتكلموش في المشكلات لكن نتكلموا في المستقبل والسعادة والكلام عن السعادة والمستقبل هتعمل إزاحة هتعمل إزاحة يعني إيه؟ هتزيح المشكلات اللي بينكم ويبتدي يبقى فيه لغة جديدة عليكم تقدروا تتفاهموا فيها مع بعض غير لغة اللوم والشكوى أنتوا أكتر حاجة عندكم الانتقاد واللوم والشكوى وده مسلس اسمه مسلس النكد نخلص على مسلس النكد إزاي؟ بالحوار ربنا يديم عليكم الخير ويجعلكم إن شاء الله من أهل الأنوار وإن شاء الله يفتح لكم أبواب كل خير إن شاء الله يا سيد صلاح نلتقي بيكم يا سادة بعد الفاصل عشان نكمل أسئلتكم المباركة ونسعد بيكم ودايما نكون متواصلين وأسئلتكم تزين مجلسنا وخاصة لما نلتقي بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة ومعنا الأستاذة ومؤسماء من الشرقية أستاذة مؤسماء تفضلي أهلاً بحضرتك يا دكتور أهلاً وسألاً بحضرتك ربنا يجازي حضرتك خير ويقائمين على البرنامج الله يرضى عنكم إفندي والله أنا عندي سؤالين أستاذن حضرتك سؤالي الأولاني أنا بنتي متوفية من سنة ونص تقريباً وبعد متوفت جالي سرطان رحمه الله وإن شاء الله ربنا يجمع لك معنا تمام الأجر والعافية يا رب اللهم أمين والفترة دي كلها طبعاً ما ببطلش بكاء عليها ربنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وبعدين حداً ثانيا إن أنا الألم نما بيجيلي جديد من السرطان بداننا عيض وبعاية جامد على بنتي وبعاية جامد على المرض طيب حديك بتسأل لي بقى حكم ده أقول لحضرتك حكم البكاء ده حاضر والحمد الله شكري لله ما بقولش اللي يرضي ربنا من رحزة ما ماتت لحد الوقت بس طبعاً السؤال التاني بقى حضرتك إنني باخد مهدئات ومساكنات وبوع من المخدرات الدكتور تاني فلو نمت قبل الفجر بقى أم ألخبط في صلاة الفجر فأعمل إيه حضرتك بلاش أقوم ولا أقوم وربنا يتقبل مني يعني أنت لو قمت لصلاة يعني لو نمت بعد صلاة الفجر هتقوم وإنت عارفة لو نمت حضرتك لو نمت قبل صلاة الفجر أنا أم بداني صحية لصلاة الفجر لو نمت قبل صلاة نعم لو نمت قبل صلاة الفجر بقى أم أتلخبط في صلاة الفجر بقول كلام ملوش دعو بالصلاة خاضي طيب ولو نمت بعد صلاة الفجر لأ بقى أم بداني مثلا لحد الضحى وكده وأم أصلي قضاء والضحى فأنت شايفة أن أنت لو نمت قبل صلاة الفجر آه باللخبط بتلخبطي ولو فضلت لغاية صلاة الفجر بتصلي كويس وتقومي لصلاة الضحى طب وإيه الإشكال في ده يا حاجة مؤسماء بدخبط خال طيب خليني أسألك سؤال يعني أنت بتقولي لي هل يجوز أن أنا أنام قبل صلاة الفجر وأصحى بعد كده وقت ما أصحى وأصلي الفجر هو ده سؤالك آه طيب الدكاترة بعد إذن حضرتك الدكاترة أيللك إيه في الأس في الإصة دي ده أم ما ما قالوش لي حاجة هم كل اللي كتبين للعلاج مدهومش في علاقة يعني بكده لا أنا قصدي أن الدكاترة بيقول لك الأحسن أن أنت تنامي وتصحي وقت ما تصحي الدكاترة بيقول لك كده أحسن لا ما سؤال دهومش في كده ممكن تبقي تسأليهم وأنا هجاوبك وبرضه ممكن تسأليهم ضروري تسأليهم يا أمو أسماء السؤال الأولاني السؤال سألة تانية أمو أسماء شكرا يا دكتور أنا بدعيلك أنا والسادة المشاهدين إن شاء الله يجمعلك بين تمام الأجر والعافية إن شاء الله أمو أسماء أول سؤال سؤال البكاء أنت لو بتبكي بيدافع نفسي بتبكي على بنتك وبتبكي على المرض بتبكي وكأنك أنت بتطلبي رحمة ربنا لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لبكى على سيدنا إبراهيم فقالوا له أتبكي يا رسول الله قال إنما هي رحمة إذا كنت بتطلبي ببكائك ده الرحمة لها وبتطلبي ببكائك ده الرحمة لكي أنت بأن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك بنظر الرحمة ويعفو عنك ده وقت ما فيهوش حاجة ده ما فيهوش حاجة طب ويعمل إيه أنا أعمل إيه في الحديث إن الرجل ليعذبه ببكاية أهله عشان بنتك لا الحديث الرواية المفسرة بتقول إيه والأوضح إن هذا الرجل يعذب وأهله يبكون يبقى إذا كانت بنتك موسطش أن أنت تبكي عليها وتجزعي وكده لا مش هيدرها ببكائك بالعكس إيه اللي حاصل لو كان ده لطلب الرحمة ده يبقى إن شاء الله دوت من قبيل الدعاء إيه اللي أنا عايز أقولهولك بس ده أنا شايف إن دوت مش مناسب لحالتك النفسية يعني إيه مش مناسب لحالتك النفسية أنا عليكي أنا حاسس إن إحنا ربطيني اللي اتنين ببعض إن إنتي بنتك توفيت وإنتي جالك المرض فأنتي حاسة إن إنتي إيه البلاء الكتير اللي عليها دي وكأنك إنتي بتبكي لإن إنتي مش قادرة تستحملي أنا عايز أبشرك كل اللي حصل بنتك سبقتك إلى محل كل الناس نذهب إليه وربنا سبحانه وتعالى وما فيش فاصل بيننا بنتك هي موجودة في الحياة بنتك ما فانتش بنتك موجودة معنا بروحها فبنتك ما راحتش إلى العدم يعني إحنا كلنا موجودين في هذه في الحياة بس هي موجودة في الحياة لها خصائص معينة اللي هي حياة البرزخ بيننا وبينها قنوات اتصال كتيرة فبدل ما تبكي اقرأ القرآن أو بدل ما تبكي ادعي وبدل ما تبكي خليكي مع الله سبحانه وتعالى وهتوصل كل ده هيوصل لبنتك هي هتحس بده وهتوصل لها الهدية دي وهتوصل لها كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وهيوصل لها حسن ظنك في الله سبحانه وتعالى إن هي دلوقتي في نعيمه فانا شايف اللي الأفضل إن انت تحاول بقدر الإمكان إن انت تعملي حاجة تكون أفضل لبنتك مش بقولك اللي اللي انت بتعملي ده لو كنت مش أصدى الجزع انت بتقول الحمد لله ما بقولش حاجة وان شاء الله تكوني على هذا الحال إن انت لا بتجزعي ولا بتقولي كلام يغضب ربنا يبقى لا أحسن نحن نعمل إيه بقى نصنع شيئا يجلب السواب إلى بنتنا الغالية وندخل معها نحن كمان في السواب نقرأ القرآن وندعي ونقول اللهم هب مثل سوابي ما نصنع لبنتي إن شاء الله يوصحي السؤال التاني انت بتقولي لو انك انت نمت النوم العادي وصحيتي بعد الفجر صلاتك في الفجر عتبقى انت انت عندك عندك ظرف صحي فنامي كما تشاين فإذا استيقظتي صلي يبقى انت افعالي الشيء اللي يعود عليك بالاستقرار الصحي أنا مش متصور إن انت يقظتك طول الليل ده أمر طبيا مناسب لحد في صحة حضرتك فلذلك انت نامي فإذا استيقظتي صلي الفجر طب انت عندك إيه عندك رخصة المرض فلذلك اللي حاصل نامي فإذا استيقظتي بعد الفجر إن شاء الله لا اسمع عليك لإني في الحقيقة انت عندك ظرف صحي دقيق فلذلك لا اللي انت بتقوليه إننا لما بصعر بصعر الفجر بخطرف ده معنى ذلك إن احنا حصل لنا نوع من أنواع عدم الانتزان الصحي اللي أثر على كيميا المخ فانت بقيته تقولي كلام مش مناسب للصلاة يبقى انت نامي في الوقت اللي تنامي فيه مش لازم تفضلي صحي الفجر نامي فإذا استيقظتي صلي الفجر إن شاء الله ولا اسمع عليك ولا اسمع عليك معنا الأستاذ أحمد ألو ألو أستاذ أحمد أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بشي اتفضلي أستاذ أحمد كنت بقى تفضل بس عم حضرتك أنا متدوز بقى عشر سنين بني بارك وكل يوم في مشاكل أنا عمرتي يعني مشاكل من غير سبب لو قلت لي أي حاجة صغيرة كده يعني أنا آسف ما لقاش أي لازمة ببقى بعمل مشكلة ومشكلة كبيرة وإنت ملاحظ أن أنت بتتعصب على أدفع الأسباب أنت ملاحظ ده صح؟ آآ آآ ما بقدرش أسيطر على نفسي حتى يعني على أقل حاجة حتى لو عائل الوائر معي أتكلم برضو إيه بني ولا بنتي بقى أتعفق برضو عليهم أنت كل حياتكم كل حياتكم مشا كويس؟ إحنا آآ إحنا مش حاجة يعني هي المشاكل دي بس طيب هي مهتمية بيك؟ آآ وأرجو أن أنت تكون فاهم سؤال أن هي مهتمية بيك؟ آآ مهتمية بيك طيب فأنت بتقول أن أنت وانتو متجوزين وانتو وانتو أنت اللي روحت كنت حبيبها يعني أنت جوزتها وانت حابب أن أنت تتجوزها آآ طيب متجوزين من عشر سنين من عشر سنين عندكم كم مولود؟ عندي اتنين محمد وسجد الحالة دي حصلت بعد آخر مولود ولا بقالها زمان؟ لا أنا متعد حتى لما خلفت الأولاد كل يوم برضو في مشاكل فأنت الحالة اللي عندك دي بسبب المشاكل يعني بسبب المشاكل بقيت أنت مش طايق الكلام وعلى طول بحلم بمعليش أن أسل بحضرات وبتعديل وبمانجة مانجة خضرة بس مش المانجة اللي هي الطبيعية مانجة عاملة زي الشمام كده مانجة كبيرة وأنا اللي بقتفها من الشجرة طيب أنا يعني أنا أنا أجاوب على حددك يا سيد أحمد سيد أحمد أنا أنا شايف في الحقيقة أن الكلام اللي حددك بتقوله ده كلام معناه أن أنت واقع تحت ضغط وضغط كبير فأدى ذلك إلى أنك أنت عندك شيء من الاضطراب في حبك للحياة فوقع أن الحياة متلغبطة وأنت مش قادر تتعامل مع ضغوط الحياة دي فبقيت مش قادر بسبب عدم قدرتك على التعامل مع ضغوط الحياة بتروح لأحسن حتة ممكن تطلع فيها غضبك وهي العلاقة بينك وبين زوجتك وإنت في الحقيقة محتاج ببساطة كده عشان السادة المساعدين يفهموا حددك تفهم أنت محتاج حد يطبطب عليك يعني أنت محتاج أن زوجتك ببساطة خالص تعرف أن أنت في حالة نفسية مايش أفضل حاجة وإنت محتاج أن أنت ببساطة حد يهتم بيك اهتمام وكأنها تهتم بيك اهتمام الطفل التالت عندك ليه طيب؟ لأن معنى أن أنت مش قادر تسمع الكلام من حد أنت بتحبه وزوجتك اللي أنت قريبين من بعض فده معنى أن في شيء ضغط خارجي هو اللي تدخل في ده ومعنى أن أنت ملاحظ أن أنت مش مبسوط من أنك أنت بتتعصب من أهل حاجة أنه ده في الغالب بيسموه بعض الناس كده أنه ده حاجة لا إرادية أنا مش موافع على مستوح أنه لا إرادية أنت تستطيع أن أنت تتحكم فيه أنا أقول لك ثلاث حاجات تعملها أن أنت أول حاجة تقول لي زوجتك أن أنت مش راضي على أنت اللي بتعمله ده البوح والمصارحة هيخفف الضغط من عليك لأن أنت مضطر أن أنت تعمل حاجة مش راضي عنها وتسكت لا اعتذر واعترف لزوجتك أن ده بيحصل وإنت مش حابب ده خالص مش حابب ده ليه طيب لأن احنا عندنا أول طريق الحلول في الحياة كلها هي التوبة وجزء من مفهوم التوبة في حياتنا في العلاقات أن أنا أعتذر للشخص أن أنا أزيته أو ضيقته أو أن أنا ضغطت عليه بهذا هي أنت ما تتصورش هتبقى سعيدة إزاي بأنك أنت بتقول لها أنا آسف أنا مش قادر تاني سلوك أجل الكلام لما يحصل حاجة أقول لها إحنا اتفقنا مع بعض قعدنا واتفقنا مع بعض أنا مش هتكلم وأجل الكلام لوقت وارجع تاني كلمها فيه في الوقت اللي أنت تكون فيه مرتاح لأن أنت ساعة ما تتكلم بيكون مضغوط فأنت عايز تعمل حاجتين عايز تفكر في الموضوع اللي ضغطك وفي نفس الوقت عايز تكلمها فإيه اللي حاصل فبتسكتها عشان تفكر في الموضوع اللي ضغطك فببساطة خالص اتفل معا أن أنت هتأجل الكلام لمدة ساعة لمدة ساعتين لغاية بكرة بس ارجع في الوقت اللي أنت قلت لها عليه آخر حاجة أنا بنصحك فيها أن أنت تكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي كم أجعل لك من صلاة يا رسول الله فالغاية ما وصل أجعل لك صلاة كلها قال له صلى الله عليه وسلم إذن كفيت همك ووقيت فكتر من الصلاة على حضرة النبي وخاصة بصيغة الصلاة التازية اللي هي اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغاب وحسن الخواتيم ويستسخى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله كتر ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير يا سادة البيوت محتاجة بصيرة ومحتاجة إن كل واحد فينا يكون حريص على إسعاد شريك حياته إحنا في نعمة اسمع نعمة البيوت يا رب ديم علينا الفتح والتوفيق والمدد لبيوتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أودعنا بيوتك في رحمتك وفي بركتك وفي مددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل بيوتنا في حصنك ومددك على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين أنا بways agع لدن جهاز شبح لنا أرجمة نانسي قنقر هدى هدى هدى